بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فموضوع هذه الحلقة هو كما سمعنا العنوان حماية الأسرة المسلمة في الغرب هذا الموضوع الذي يتعلق بشأن الأسرة هو من الأهمية بمكان لما تعيشه الأسرة المسلمة من مشكلات معقدة في بعض الأحيان تستعصي على إيجاد حلول لها مع أن الإسلام هذا الدين الحنيف العظيم الذي ننتمي إليه ينقصنا معرفته وفهمه ومن هنا تتضخم تلك المشاكل وتعظم بسبب بعدنا نحن المسلمين عن فهم ديننا رجالا ونساء ذكورا وإناثا آباء وأبناء على حد سواء فعندما لا نفهم مقصود الشرع الحنيف من بناء الأسرة وما هي المهام التي تناط بالرجل والبرأة وبالأبناء أيضا فلا شك أننا نجني تمارا تكون هذه التمار مرة مع الأسف مع أن الإسلام جاء لإسعاد البشرية لإسعاد البيوت لإسعاد المجتمعات لإسعاد الأفراد لإسعاد الجماعات لأن السعادة تكمن في ظل الاحتماء بهذا الإسلام العظيم نحن المسلمين تأثرنا كثيرا تأثرنا كثيرا بتلك القوانين القوانين التي هي جافة هي قوانين جافة عندما نعود إلى النصوص القرآنية عندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى في التعامل بيننا نحن المسلمين في بيوتنا وفي غير البيوت تجد أن الخطاب دائما فيه الأمر بالتقوى انظروا إلى النصوص التي فيها مثلا الطلاق في سورة البقرة أو في سورة الطلاق نجد دائما قبل استعمال هذا اللفظ قد قدم له بتقوى الله عز وجل وكذلك تنتهي تلك الأحكام بتقوى الله سبحانه وتعالى ما العلاقة ما العلاقة بين هذه الأحكام وبين الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى لأن الإسلام ينمي فينا نحن المسلمين ينمي فينا رقابة الله سبحانه وتعالى الأصل في المسلم أنه يتقي الله عز وجل أن يتقي الله في نفسه وأن يتقي الله في زوجه وأن يتقي الله في أولاده وأن يتقي الله في كل الناس مسلمهم وغير مسلمهم هذا هو الأصل في المسلم ولذلك يردنا ربنا سبحانه وتعالى ويرجعنا القرآن الكريم إلى هذا الأصل لألا نحكم الهوى ولألا تغلب علينا العادات والتقاليد التي لا تمت إلى الإسلام بصلة فعندما نبتعد نحن عن هذا المنهج المرسوم لإسعادنا في بيوتنا لا شك أننا بعد ذلك نجني على أنفسنا وتكتر مشكلاتنا ولا نجد لها في كثير من الأحيان حلولا ناجعة مع أن الإسلام ولله الحمد يحمي هذه الأسرة قبل تأسسها قبل أن تؤسسها فهذه الحماية تبدأ قبل تأسيس الأسرة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء لأن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على حد سواء قبل الزواج تبدأ حماية الأسرة كيف؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الشاب الذي يريد أن يتزوج أن يختار أن ينتقي أن ينتقي المرأة التي سوف تنجب له أولادا وسوف يضمه وإياها سقف واحد وسيكون بينهما مودة ورحمة من هي هذه المرأة؟ كيفما كانت؟ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولأمة مؤمنة قيد هذه الصفة تقيد لو قال الله عز وجل لأمة بدون هذا القيد ولكن قيدها بالإيمان الإيمان حقيقة الإيمان هذا توجيه رباني في تأسيس هذه الأسرة وحمايتها لأن هناك دينا هو الذي يرجع إليه مرجعيتنا هي الدين الدين الإسلامي فإذا نحن أردنا أن نعود إلى غير الدين عقدنا الأمور أكثر ونظروا إلى هذه الحماية التي يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس تستهويهم حاجات أخرى ويميلون إلى اختيار وانتقاء آخر غير ذاك الذي بينه الإسلام كذلك بالنسبة للمرأة المسلمة عندما يتقدم إليها هذا الشعب من هو صاحب المال صاحب المنصب صاحب الجاه صاحب الجمال لا صاحب الدين والخلق ونظر هنا لم يكتفي الإسلام بالدين وحده قرن معه الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه والواو تفيد المغايرة قد يكون متدينا معنى ذلك يرى في المسجد يركع يسجد ولكن الجانب الخلقي في السلوك المعاملة هذا الجانب لم يغفره الإسلام لم يقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه دينه وخلقه فلا بد من أن يكون هناك اختبار لهذه الأخلاق نريد أن تبرز هذه الأخلاق قبل أن يقترن بهذه الزوجة أو بهذه الفتاة أن تبرز أخلاقه فلذلك مجال لا يتسع ذكره هنا ولكن لنرى كيف يحمل إسلام هذه الأسرة قبل بنائها حتى تبنى على أسس متينة هناك ما يجمعنا هو الدين أولا فكيف بذاك الذي مثلا يتزوج امرأه ليست على دينه ليست على دينه مع أن الله تعالى أباح لنا نحن المسلمين أن نتزوج الكتابيات يهوديات والنصرانيات ولكن كيف يعيش هذا المسلم مع امرأة تخالفه في الدين معتقده معتقده غير معتقدها وتصوره غير تصورها وأخلاقه غير أخلاقها وتقافته غير تقافتها ليس هناك انسجام الانسجام الانسجام يحصل عندما يكون هناك ما يسمى بوحدة الدين هو مسلم وهي مسلمة بهذا يحصل الانسجام لماذا؟ لأننا نحن عندما نختلف عندنا مرجعية نعود إليها أنت عندما تختلف مع من تختلف معك في الدين حصل بينكم شقاق ما هي المرجعية التي ترجعون إليها؟ لا شك أن هناك قوانين وهذه القوانين قد تكون جائرة قد تكون هذه القوانين جائرة في حق المرأة وفي حق الرجل على حد سواه لا نقول هنا فقط أن تكون هذه القوانين يعني جائرة في حق الرجل وحده قد تكون في حق المرأة أيضا جائرة لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وبين لنا سبحانه وتعالى عندما يحصل بيننا نحن المسلمين شقاق كيف نحل هذا الشقاق وإلى أين نرجع عندنا مرجعية ومع ذلك نحن المسلمين نحن الذين نجلب على أنفسنا هذه المشكلات أفع حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون إذن ليس عندنا يقين على أن الذي يحل مشكلاتنا هو هذا الإسلام هو هذا القرآن هو هذا الدين هي هذه السنة المطهرة كأن هذا يغيب لذلك نلجأ كيف نحمي هذه الأسرة نحميها بهذا بهذا الإسلام نحميها بهذا القرآن نحميها بهذه السنة لأننا إن ابتغينا العزة في غير هذا الإسلام وأردنا أن نحل مشكلاتنا على غير ضوء هذا الدين فلا شك أننا سوف لا نخرج من المشكلات إذن هذه هي النقطة الأولى التي يجب الانتباه إليها بالنسبة لمن لم يتزوج بعده أما من تزوج ربما هذا الإنسان لم يفكر في بداية أمره غره الجمال غره المنصب إلى غير ذلك من الأمور التي هي معلومة لدى الناس يميلون إليها بطبعهم لمانع من أن تكون المرأة ذات مال وذات جمال ولكن بسياج الدين أن يكون المال إذا كان لديها مال وإذا كان لديها جمال فأن يكون كل ذلك مسيجا بسياج الدين أما إن كان هناك المال ولكن لا دين كان هناك جمال ولكن لا دين هذا يجلب عليك المتاعب والمشكلات التي لا حد لها ولا حصر كما سيجلب عليها هي الشقاء لأن هذا الجمال كم سيمكت كم سيمكت سيدوم لا سوف لا يدوم هذا الجمال فإن له حدا ينتهي عنده هناك سنوات معدودة ينتهي عندها هذا الجمال فماذا يعقب هذا فمن هنا يجب على من ورط نفسه ورط هو نفسه بأن لم يسلك المسلك الذي بيّنه له نبيه عليه الصلاة والسلام لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يحب لنا الخير يحب لهذه الأمة الخير يحب لهذه الأمة أن تكون هي أحسن الأمم في جميع مجالات حياته وخصوصا في شأن الأسرة لذلك نرى أن الإسلام اهتم اهتماما بالغا بشؤون الأسرة قبل تأسيسه وعند تأسيسها وعندما يأتي الأولاد وإذا حصل بين الزوجين حصل بينهما شقاق وعدم وفاق كيف تحل هذه المشكلات حتى إذا لم يصلوا إلى حل فكيف يفترقان ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم اتركوا اتركوا هذه هذه الشعرة لا تقطعوها اتركوها بينكم لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فمن ورط نفسه على سبيل المثال واختار غير ذات الدين أو هي تورطت على سبيل المثال بأن أقدمت على الزواج من شخص لا صلة له بالدين ثم حصل التوبة واستيقظ الإنسان فكيف يمكن له بعد ذلك أن يعالج ما أوقع نفسه فيه يداك أوكت وفوك نفخ أنت يداك أو فوك هو الذي نفخ ويدك هو ملتان أو كتا فكيف الآن تحل هذه المشكلة على ضوء الإسلام فالإسلام أعطاك قبل أن تبني هذه الأسرة ما هي القواعد قواعد الاختيار أنت أغفلتها ولم تقلها بالا لجهلك بهذا الدين أو لاتباعك لشهواتك وهواك نعم ثم بعد ذلك استيقضت وجدت نفسك أمام الأمر الواقع إما أن تكون قد تورطت في الاقتران بامرأة تخالفك في الدين فصرت أنت الآن تذهب إلى المسجد تصلي تصوم تقوم الليل تقرأ القرآن ظهرت عليك مظاهر الالتزام من إعفاء اللحية وغير ذلك من هذه الأمور ولك معها أطفال ثم بعد ذلك لما رأتك هي لم تكن متدينة ما ذهبت إلى الكنيسة في يوم من أيام من حياتها ولكن لما رأتك أنت قد التزمت وصرت تحافظ على الصلوات وتأخذ أولادك ليتعلموا ما تيسر من كتاب الله تعالى وليتعلموا اللغة العربية ليقرأوا القرآن الكريم عندها هي كذلك صحت جاءتها الصحوة الصحوة كما صحوت أنت هي كذلك صحت من سباتها العميق فبدأت هي تأخذ أطفالك إلى الكنيسة أنت تأخذهم يوم الجمعة إلى المسجد وهي يوم الأحد تصطحب أبناءها إلى الكنيسة نكالا فيك وهي لا علاقة لها بالنصرانية وليست كتابية يعني هذا أمر لو أردنا أن نغوص فيه لما خرجنا منه لأنه أين هي الكتابية في هذه البيئة التي فارقت الدين من زمان أوروبا ليس هناك أهل كتاب يعني في الغالب في هذه البلاد معظمهم عاشوا في فترة الإلحاد ولا يزالون يعيشون في فترة الإلحاد مع الانغماس في هذه الشهوات وهذه الشبهات فمن المستحيل أن تجد من هي كتابية مع توفر الإحصان مع الشرط قدمه الله عز وجل عليك والمحصنات من الذين أدوا الكتاب من قبلكم المهم حماية الأسرة المسلمة في هذه الديار الآن قد تكون الديار قد استوت يعني علماءنا رحمة الله تعالى عليهم قديما كانوا يتحدثون عن دار الإسلام ودار الكفر ولكل خصائصه دار الإسلام لها خصائصها ودار الكفر لها خصائصها وما إلى ذلك من هذه الأمور الآن لو نظرنا في بلداننا الإسلامية هل تحكم الشريعة فيما يتعلق بما يسمى الأحوال شخصية رائحة الشريعة متزال رائحة الشريعة في بعض الأحكام الجزئية والتي يراد كذلك محاربتها كما هو الشأن يطرح في بلداننا الإسلامية لا على التعيين لا نعين بلدا دون آخر فالحبل كما يقال على الغارب الحبل على الغارب نعم بدأوا من هنا فسوف ينتهون إلى هناك هناك يعني فئات متغربة من أبناء جلدتنا هم الذين يطبقون بل يزيدون على ما يؤمرون به من سلخ الأمة عن دينها وإقصائها عن شريعة ربها وطمس معالم هذه المبادئ العظيمة السامية التي يجب أن نعتز بها نحن المسلمين وأن نبشر بها وأن ننشرها نعم فإذا كنا نحن المسلمين عندنا هذا الخير العظيم الذي أكرمنا الله به ثم بعد ذلك نريد أن نطمسه وأن نقول بأن هذه الأحكام عفى عنها الزمن لم تعد صالحة كما هو الشأن في كثير من الأحيان يقع شجار أو شقاق أو خلاف بين زوجين وهما مسلمان فالزوج يقول للزوجة نتحكم إلى الشريعة فتقول لو كنت تريد تحاكم إلى الشريعة فاذهب إلى بلدك هي مسلمة مسلمة تصلي تحجب تصوم ما شاء الله ومع ذلك لا تؤمن بتطبيق الشريعة الإسلامية كيف كيف تؤمن هذه بالحجاب وتؤمن بالصيام وتؤمن بالصلاة ولكن أفي قلوبهم مرض أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون هل تخاف هذه المرأة أن يحيف أن يظلمها الله تبارك وتعالى وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم مدعينين وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم مدعينين مثلا البرأة تختلف مع زوجها فتريد أن تخالعه أن تطلب هي منه الطلق ولا يريد وعندهم أولاد فيقول له طيب يأمت الله ويتدخل من أجل الصلح وما إلى ذلك من هذه الأمور ولكن الله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله وسعا حكيم طلاق في بعض الحياة ليس دائما نقول لحن الطلاق الطلاق قد يكون هو الحل أمثل الحل الذي يريح الطرفين هذه الزوجة ويريح هذا الزوج وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله وسعا حكيم فيتزوج هو بمرأة يرتاح إليها ويجد نعم معها سعادته التي كان قد فقدها مع المرأة الأخرى وهي كذلك فعندما يختلف وتريد المرأة وتصر ونحن ألم هنا هذه القوانين تشجع كثيرا من النسوة وهنا لا أقول المرأة المتدينة التي تخاف الله عز وجل هناك من النسوة من يقع عليها الظلم والله ويعتدي عليها زوجها بالضرب والإيذاء وتجدها صابرة كالقابضة على الجمر ما الذي يمنعها من أن تطلب من هذا الزوج وقد يكون لها الحق في ذلك من أن تطلب من هذا الزوج أن يفارقها وأن ترفع أمرها القضاء حتى ولو كان القضاء غير إسلامي ولكن الذي يمنعها هو خوفها من الله تبارك وتعالى وحياؤها وكذلك حرصها على أن تبقى هذه الأسرة متماسكة وهذا شيء معلوم وعشناه ورأيناه ورأينا نساء يتعرضن لأصناف الإذاء والتعذيب ومع ذلك تجدها صابرة حتى والله إن إحداهن أبوها قال لها أطلب الطلاق فأبد مع أنها تضرب يأتي هذا الشخص والعيذ بالله إنسان يشرب الخمر ويأتي في وقت متأخر من الليل ويضربها ويعتدي عليها هل هذا يصلح لهذه المرأة وهي صابرة محتسبة نحن لا نشج على هذه الحالات وإنما نذكر بعض النماذج ومع ذلك تجد هذه المرأة صابرة فيحصل قد لا يكون الزوج من هذا الصنف الذي ذكر يحصل خلاف ولا ربما بعض النسوة نحن نعرف هناك من يخبب مرأة عن زوجها تخبيب معنى التخبيب أنه يريد أن ينتزع هذه المرأة يمتزوجها ولها أولاد ومع ذلك يريد أن ينتزعها من من حضن زوجها هذا التخبيب ونبينا عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من خبب امرأة عن زوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فتكون هي يعني ترنو هناك هناك في صهوف النساء والرجال لا نعمم هنا عندما تحدثوا عن هذه الأصناف لا نعمم ولكن هذه الأصناف موجودة موجودة من بيننا نحن المسلمين فترنوا بعينها إلى شخص آخر وهي متزوجة ولها أولاد من هذا الزوج والعكس بالعكس فتريد منه الطلاق فحاول يا أمت الله يعني كذا كذا ويأتي بمن يتوسم فيه الخير من أجل الإصلاح وما إلى ذلك ولكنها هي مسرة على أن تفارقه لأن هناك قوانين تشجع هذه المرأة لأن هذه المرأة لماذا تريد أن تبقى مع هذا الزوج تذهب من أجل النفقة أم من أجل المسكن هناك من يؤمن لها نفقتها ومسكنها ولباسها وطعامها وشرابها هي وأولادها فلما هذه الذلة أن تكون تحت سيطرة هذا الرجل الذي يهدد دائما الرجال قوامون على النساء لماذا تريد أن تكون تحت رحمته تعيش تحت رحمته أين كنت أين ذهبت لماذا دخلت في هذا الوقت المتأخر لا تريد سين ولا جين أن تعيش حرة طريقة هذه من الأمور التي يجب على المرأة المسلمة لا تستغلها المرأة التي تريد حماية أسرتها حماية سمعتها حماية دينها حماية أولادها حماية لذلك الرجل أن تحميه حتى ولو كان فيه بعض كلنا فينا نقائص كلنا فينا عيوب ما منا من أحد إلا هو مقصر في أداء الحقوق أو إعطاء الواجبات في صفوف الرجال وفي صفوف النساء على حد سواء لأننا كما ذكرنا مبتعدون مبتعدون تأتي المرأة إلى البيت إلى بيت الزوجية إلى الزوج وهي لا تعرف أبسط الحقوق والله يقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولا تعرف أبسط الحقوق لماذا؟ لأنها لم تلقن في البيت من قبل أمها ربما علمتها أمها كيف تطبخ كيف تصنع الحلويات أو شيء من هذا القبيل وهناك من الفتيات من تأتي إلى بيت الزوجية ولا تعرف أن تطبخ كأس شاي خصوص لك الشيء الخضر كعرف المنع نعم قواعد وهذه رقع ومتعرف ديت شي حاجة فهناك مشكلات يعني هذه هي بسيطة ولكن تضخم والشيطان يتدخل في مثل هذه الأم مع أن هذه أشياء هذه جانبية في الحقيقة جانبية نحن نتحدث عن عن أمور وإن كان حتى هذه يجب مراعاتها يجب مراعاتها وليست هي مما يسبب يعني تصدعا في البيت أو أن يبنى عليها مشكلات غير أن هناك طبائع البشار يختلفون هناك من تجد عنده طول نفس ويصبر على هذه الأمور حتى ولو لم يعجبه الطعام أو تأخر حضار الطعام أو شيء من هذا القبيل فتجده يسكن الجوع بأخذ تفاحة أو فاكهة من أجل تسكين هذه المعدة حتى يحضر الطعام الذي تأخر طهيه مثلا ولكن هناك من لا يتحمل هذا نعم وما أجمل تلك الوصية التي وصت بها تلك المرأة ابنتها وهي تزفها لزوجها المرأة التي تريد لابنتها السعادة من بينها أنها تراعي وقت طعامه ومنامه أن تراعي وقت طعامه ومنامه عشر عشر أوصتها بعشر وصايا لا دعية لذكرها وكلها وإنما لماذا إذا طبقت تلك الوصايا العشر فسوف تعيش من أسعد النساء وسيكون زوجها من أسعد الرجال هذه البيوت التي يجب أن نفرح بها نعم فلما هي تأتي إلى بيت الزوجية ولا تعرف ما هي هذه حول تعلمها في المدارس مدارس الهولندية والألمانية أو غيرها هل تلقن هناك شيئا من كيف تعاشر زوجها معاشرة نعم وفق الشرع كيف تعامل ما هي الحقوق الله يقول ولهن سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعر وللرجال عليهن درجة ولهن قدمت النسوة هنا على الرجال ولكن لها وعليها وهو له عليه طيب هذا مما يحمي البيت ويحمي الأسرة وخصوصا في هذه الديار عندما تكون المرأة قبل انتقالها إلى بيت الزوجية تعرف هذه الحقوق وتؤديها بقدر المستطاع كما قلت أنفا بأننا نحن رجالا ونساء على حد سواء لا نستطيع أن نؤدي ما يطلب إلينا شرعا ولا أن تؤدي النسوة كذلك ما يطلب إليهنا شرعا ولكن لا بد من أن يكون هناك شيء من العفو والتسامح والتغاضي إلى غير ذلك من هذه الأمور خصوصا خصوصا إذا لم يتعلق الأمر بالأمور الشرعية بالدين كإخراج الصلاة عن وقتها مثلا أو ترك الصلاة إلى غير ذلك من هذه الأمور أمور لا تتعلق بالشرع هذه لا تساهل فيها ولكن بالتي هي أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والوذة الحسنة أما الأمور الأخرى كما ذكرت قضية الطعام تأخر وقت الطعام بدقائق أو هذا الطعام يعني فيه ملح زيادة إلى غير ذلك أو هذه أشياء يجب التغاضي عنها وأن لا يلتفت إليها الإنسان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف كان يتغاضى صلوات الله وسلم عليه مع زوجاته يعرف طبيعة المرأة كيف يتعامل مع هذه المرأة يعرف طبيعتها فنحن إذا عرفنا طبيعة المرأة وعرفت المرأة طبيعة الرجل لا أن تتقمص المرأة مكان الرجل ولا يعني يكون هناك العكس نحن الآن يعني المرأة تريد أن تمثل دور الرجل ويريد الرجل كذلك أن يمثل دور المرأة والله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنت والمرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة وليس ضدين ليس ضدين وإنما كعملية الليل والنهار هي تكمل الرجل والرجل تكملها فهذه الحماية حماية الأسرة تبدأ بهذا التحصن الداخلي فيما يتعلق بمعرفة الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات بهذا إن شاء الله تعالى نحمي أسرنا في هذه المجتمعات عندما يعرف الرجل ما عليه وتعرف المرأة ما عليها ويطلب حقوقه بعد أداء هذه الواجبات بالتي هي أحسن وهي كذلك تكون عارفة لهذه الحقوق الواجبات فتؤدي ما عليها وتطلب ما لها بالتي هي أحسن أما أن نستخدم مثلا هذه الحقوق أنا لي حقوق ولكن أطلبها بصيغة عسكرية صيغة عسكرية كما يقولون مثلا الفرنسية يقول نفذ وبعدين تعطار نفذ وبعدين تعطار هذه صيغة عسكرية هذه غير مقبولة عندنا نحن المسلمين ولا شجع عليها النبي صلىess والسلام ولا أمرنا بها عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول في حق النبي صلى الله يعلم فعرف بعضه وأعرض عن بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض عليه الصلاة والسلام لم يعرف كل ما يعلم عرف بعضه والباقي أعرض عنه تغاضى عليه الصلاة والسلام وليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي المتغابي معناه ليسمع كلمة كأنه لم يسمع رأى شيئا كأنه لم يرى ما رأى ولا سمع لأنك لو حدقت البصر والنظر في كل أمر لاشتعل البيت نارا في كل لحظة من اللحظات ولو أنك كذلك كنت تلقي السمع لكل كلمة تخرج فلا شك أن البيت سينهار ولكن لا بد من تغاضي وعدم تتبع تتبع الأمر إلى أن تصل إلى نهايته لا إلا إذا كانت هناك ريبة أما في غير ريبة فلا ولا يجوز ذلك حتى نحافظ على هذه البيوت مستقرة متماسكة متعاونة على الخير وعلى البر والتقوة لأننا أيها الإخوة عندما يركب كل واحد رأسه المرأة من جهة نعم والرجل من جهة أخرى وكلاهما يعني متمسك برأيه وليس عنده مرونة وهي كذلك ماذا يحصل بعد ذلك من سيكون الضحية أنتم تعرفون الثمن الباهر يدفعه الأبناء الأبناء هم الذين يدفعون هذا الثمن الباهر فلذلك يكون لابد من الصبر والتحمل والصبر معناة صبر يعني كلما صبرت يجب عليك أن تزداد صبرا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا صبروا وصابروا قرآن كريم وإن أمرنا بالصبر وصابروا لأنه قد يظن أحدنا بأنه صابر المرأة ربما تقول والله صبرت وكذا وانا فادت صبري والرجل كذلك قد يقول والله صبرت تأمره بالصبر قلت صبر أنت صبرت هل صبرت هل صبرت هل صبرت وفيه فرق بين زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فيه فرق بين صبر وصابر ها على شوف ها فيه لأن الألف يعني مثل العقبة مثل العقبة يجب أن تصعد أو أن تتجسم صعود هذه العقبة كأداء والصبر جاء من الصبر أيضا هو بحد ذاته جاء من الصبر لأن هذا الصبر مر الطعم ولكن يعقبه بإذن الله تبارك وتعالى خيرون لا شك لأن الله تبارك وتعالى عندما أمر بالصبر وحتى عليه في آيات كثيرة ربما في أكثر من تمانين موضعا في القرآن الكريم لم يأتي هذا هكذا اعتباطا نحتاج إليه في كل شؤوننا وفي شؤون الأسرة يكون الصبر أوجب أوجب من غيره لأن الأمر يتعلق بهذا الكيان كيان الأسرة كيف نحافظ عليها كيف تكون متماسكة كيف تكون متحابة المتعاونة لأننا اجتمعنا على دين الله تبارك وتعالى أنت اخترت هذه المرأة لماذا اخترت لدينها وهي انتقتك واختارتك لماذا من بين الناس لماذا لجمالك لمالك لدينك معنى ذلك أن هذه المشكلات مهما عظمت ومهما كثرت فالحمد لله نجد لها حلا في الدين يتؤمن بالدين كله وأنت كذلك فمن هنا يسهل بعد ذلك حل هذه المشكلات مهما مهما رأيناها بأنها مستعصية على الحل هذا بالنسبة للناس الذين ولله الحمد في بيتهم دين وتقوى وصلاح مشكلات هذه المشكلات أيها الإخوة لا يخلو منها بيت مشكلات زوجية هيك أن تظن بأن كل البيوت خالية من هذه المشكلات وخصوصا نحن في هذا العصر هذا العصر الذي يعيش فيه الإنسان على عصابه هذا الزمن صعب كما يقال له هذا الزمن الذي نعيشه زمن صعب وهو زمن الغربة لا بالنسبة للمرأة الملتزمة ولا بالنسبة للمسلم الملتزمة المرأة الملتزمة والله كان يقول لنا أحد المشايخ وهذا في بلد مسلم وفي تمانينيات القرن الماضي كان يقول لنا إذا وجدت مرأة مسلمة محافظة على دينها وصالاتها وحجابها وعفافها وطهرها فقبل قدمها في هذا العصر وفي بلد مسلم في بلد مسلم فكيف إذا بك أنت وجدت مرأة ولله الحمد يعني تحفظ لك سمعتك وتحفظ لك أولادك ومالك وأسرارك وتحافظ على شخصيتك فهذا شيء عظيم فيبقى بعد ذلك لما تأتي هكذا بعض بعض المنغصات ولا بد منها لا بد منها يعني الحياة الزوجية الحياة الزوجية هي مثل مثل أحوال الطقس حال الطقس تارة تكون السماء صافية ما شاء الله وتكون الشمس هكذا في ربعة السماء بعض الأحيان تأتي بعض الغيوم هكذا هذه الغيوم تمر بسرعة بعض الأحيان تأتي غيوم دكناء وبعض الأحيان يكون الرعد والبرق ها وهكذا هكذا الحياة الزوجية ولكن لا بد للمسلم من أن يكون له في كل حادثة الحديث واللا يغضب اللا يغضب لأن الغضب هذا أيها الإخوة الغضب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين اتنتين لا تغضب ما ألقى محاضرة عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي جاء يطلب موعظة من النبي عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام شوف إلى كلام هذا الرجل أكثر من كلامه عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك انظر كم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك لا تغضب ها الله يزيكم الغير حسبتها شوف الله أكبر شوف هذا جملة قداش النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات لا تغضب لا ذكر هذه والله لكلنا نحتاج إلى أن نتذكر هذه الكلمة ما أعظم لا تغضب خلاص حصل نقاش ماذا تفعل كما نقول نحن بديل الساعة بساعة آخر بديل الساعة بساعة آخر ماذا تفعل كنت قائما فأجلس ولا فخرج خارج خارج البيت وإذا كان عندك صبر وتحمل حتى تعرف يعني بعد أحيان تكون القلوب مشحونة فلابد تحتاج كذلك المرأة أن تفرغ دعها خليها تخرج تخرج ذلك الشيلي عندها وترتاح هو أخيات تجلس أنت تجلس وانتعرف في قرارة نفسك تضحك يعني في قرارة نفسك ليش أن هذا كلام ما يحتاج إلى أن نرد عليه لا يعني أنه لا قيمة لها لا 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 ولكن بالعكس أنت هنا تراعي مشاعر هذه المرأة وأن عليها ضغوطا تهي الله يحسن عوانها لكن من نقوله نحن بالدرجة الله يحسن عوانها عليها ضغوط كثيرة عندها أولاد هذا يحتاج إلى أن ترضعه هذا إلى أن تنظفه هذا إلى أن تطعمه هذا يذهب إلى المدرسة الآخر مريد مشتغل معه زوجها كذلك له عليها حقوق ولا هذه المرأة قد تكون يعني ليس لها أهل ولا من يدخل عليها ولا أقارب فهيجب كذلك مرأة هذه الأمور لابد نحن الرجال نخرج نصلي مع الجماعة نحتك مع الناس نتحدث مع هذا وذاك نشرب هناك قهوة وهناك شاي وهي بين أربعة جذر إيش أسكت إنت إجلس إنت والله يهبلوا يهرسوا الراس يحمقوا إلى غير ذلك هذا اللي تسمع منه من النساء غير الحماق ولهبان لذلك تجد المرأة دائما يعني تكتروا السبة واللعنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا مما يخفف عنها بعض الآلام ويخفف عنها بعض هذا التقل الذي تحمله وهناك فعلا يعني من النساء من تقوم حتى بدور الرجل لماذا؟ لأن الرجل تخلى تخلى عن مسؤوليته هو يظن أن مسؤوليته وربما هي تخرج إلى جانب أنها تشرف على أولادها بالتربية تعلمه تأخذه من المسجد يتعلمون وتردهم من المسجد وتذهب إلى تسوق تأتي كذلك بالأمور التي يحتاجها البيت فما دور هذا الرجل؟ ما دوره؟ فصارت هي تقوم بدور زوجها في الخارج وكذلك بدورها في البيت هناك يعني بعض الأحيان يعني لابد من مراعاة هذه الأمور وبعد ذلك يطالبها بحقوقه وأنت أهملت حقوقك يا أخي كن منصفا كن منصفا أعطي الناس حقوقهم وإن طالبت بحقوقك فتكون قد أديت الواجبة الذي عليك أما أن تطالب بحقوقك وأن تغفل وأن تهمل الواجبات التي أناطها الشرع بك الشرع أناطها بك ومع ذلك تطلب منها أكثر من طاقتها فهذا لا يمكن وقد يكون العكس كذلك قد يكون العكس هناك من الرجال يعني من يقوم بدور المرأة أيضا يقوم بدور الرجل بدور المرأة أو يتبادلين الأدوار يتبادل الأدوار معناه هي تقوم بدور الرجل في الخارج ويقوم بدور بدورها في الداخل يقوم بتنظيف الأطفال حصل هذا والله من الأمور التي تؤلم يعني تؤلم لا بأس نحن لا نقول بأن الرجل لا يجوز له أن يساعد زوجته في البيت بالعكس هذا مما يوطد المودة والرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم هذا الدين ومع ذلك إذا دخل بيته كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله كان يرقع توبه ما يعطيه تسع نسوة عليه الصلاة والسلام كان تحته تسع نسوة ما كان يلقي بتوبه إلى إحدهن خيط هذا التوب أو أرقيعيه أرقيعيه لا كان عليه الصلاة والسلام هو بيده الشريفة يأخذ الإبرة والخيط ثم يخيط ويرقع توبه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام في مهنة مهنة أهله هذا ليس عيبا هناك من يكون عنده أنفة هذا ليست بأنفة بالعكس هذا من الأمور التي ترفع معنويات المرأة وتجعلها تحب زوجها لأنها تحس بأنه فعلا يقدر مشاعرها وأنه يحترمها وأنه يقدر جهودها ماذا كان وهكذا متكئا على آريكته ونكما لا يعمل حتى لو كان يعمل قول على الأقل جاء من شغله يعني متعبا إلى غير ذلك هذا نايم بالليل وبالنهار ومع ذلك آريكاس ما آريكاس قهوة جيبي هنا عند الرأس جيبي هذا ولا يستطيع أن يقوم على قدميه حتى نعم لا بأس أن يختم بعضنا بعضا وحتى لو أردنا أن ندخل في قضية هل يجب على المرأة خدمة زوجها أو لا يجب العلماء تحدثوا عن هذا الأمر ولكن نحن نتعاون نحن نتعاون والمرأة المسلمة ترى أنها بخدمتها في بيتها تعبد ربها عز وجل عبادة عندما هي رأينا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت رضي الله تعالى عنها تحمل القرب حتى أثر الحبل في نحرها الحبل وهي بنت من بنت من بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي من هي من سيدات النساء رضوان الله تعالى عليها ومع ذلك كانت تدير الرحى حتى أثرت الرحى في كفها وتسقي الماء لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علي أشفق عليها قال اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك خادما فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام خداما مخادم واحد قال إذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 أعطاه خداما مخادم واحد هي طلبت خادما فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا تعليم للمرأة المسلمة بأنها عابدة لربها وهي في مطبخها وهي تنظف أولادها وهي تحضر الطعام لزوجها هذه عبادة عبادة ما رأينا المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي خطيبة النساء رضوان الله عليها أسماء بنت السكن عندما جاءت النفس وقالت لك يا رسول الله نحن معاشر النساء قواعد بيوتكم وطابخات طعامكم غاسلة أتوابكم وربيات أولادكم وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وبالحج والعمرة وشهود الجنائز وبالجهاد إلى غير ذلك فالنبي صلى الله بيّن لها بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله فجاءت ما رجعت قال يا نبي صلى الله عليه وسلم قال أخبري من ورائك من النساء أن حسن تبعل حسن تبعل معناها أن تكون المرأة يعني تحسن تعامل مع الزوجها تحسن التعامل مع الزوجها لا أن تكون دائما كذلك هي تكشر في وجهه وأن إذا تكلمت مع الصحيبات في الهاتف وما إلى ذلك وفي الزيارات تجدها ما شاء الله البشائر والسرور والحبور والضحيك وإذا دخل نعم بعلها كشرت أنيابها وقلبت له ظهر المجن أو العكس عودتني كذلك كما قلت أخبري من خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي إحنا كذلك يعني منا من تجده مع الرمعن لما يكون مع الرجال ومع أصحابه فتجده ما شاء الله كان يعني مبسوط يتكلم وإذا دخل إلى البيت عبس عبس وتول فتجده فتجده خلاص لا أحد يتكلم ولا أحد يتحرك القائم يجلس كما قال عمر رضي الله عنه لذاك الذي وجد جاء وكان وليا أو أميرا يعني ولاه عمر رضي الله عنه ولاية على المسلمين فوجد عمر رضي الله عنه قد انبطح على بطنه وأولاده يقفزون على ضرر هذا العملاق عملاق الإسلام شوف فهم الإسلام فهم الإسلام هذا هو فهم الإسلام الحقيقي ونحن نقول يعني على منهج الصحابة رضي الله عنه وين نحن هو من الصحابة أين نحن من الصحابة رضي الله تعالى فأي شيء أي شيء فعمر رضي الله عنه منبطح على بطنه وأولاده يلعبون فوق ظهره رضي الله عنه فدخل هذا حدوله فدخل وجد عمر رضي الله عنه على هذه الهيئة كأنه أنكر على عمر رضي الله عنه هذه قال كيف أنت إذا دخلت قال إذا دخلت سكت الناطق وجلس القائم لما دخلنا الذي كان يوقف يقعد والذي كان يتكلم يسكت قال إذا أنت أبو ليسي أبو أسرى أبو أسرى أبو أسرى فقال إعتزل عملنا إعتزل عملنا أنت لا تصلح إذا كنت تتعامل مع أبنائك هذه المعاملة فكيف بهذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام إعتزل كما أنه رضي الله عنه جاء رجل ليشكو مراته زوجته لعمر بأنها تسيء إليه ولا تحسن إليه المعاملة وما إلى ذلك فوجد عمر يعني إحدى نسائه ترفع صوتها عليه ترفع صوتها على عمر رضي الله عنه عمر ساكت رضي الله عنه فرجع فرآه عمر قال ما الذي أتى بك قال والله يا أمير المؤمنين أنا أتيت لي أشكوة فلانة أي زوجته لما ألقى منها من كذا وكذا فلما رأيت ما رأيت استحييت أن أقول لك ما ما أعاني من زوجتي لا بد من أن تكون هذه الأمور ولا بد من أن تحصل نحن بشر وعندنا تقصير رجالا ونساء ولكن لا بد من أن نؤدي الحقوق التي علينا هناك واجبات وهناك ما من حق إلا يقابله واجب لا في صفوف النساء ولا في صفوف الرجال وكذلك لا بد من التشاور التشاور هذه التشاور عندما تكون المرأة يعني يحترم رأيها ويرجع إليها في أختي الرأي معناها هي تحس كذلك يرفع من معنوياتها تحس هي بأنها بأنها كذلك عضو فعال عضو فعال في الأسرة وأنها لا يستغنى عن رأيها إذا كان هي طار نفسها بأنها خادمة هناك من النسوة من تعتبر نفسها خادمة خادمة تهيئ الطعام كذا تقوم البيت تقوم بشؤون البيت هذا هو دورها أما أن يكون لها رأي أو أن تشترك في مناقشة أو حوار أو أن تبدي وأن تدلي برأيها شاوروهن وخالفوهن كمان يؤثر يعني هكذا قول هذا لا أساس له من الصحة ولكن هناك من يروج له بين المسلمين على أنه فعلا هذا هو الرأي الصائب فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم سلامة في صلح الحديبية عندما رجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صلح الحديبية فأمرهم نبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا ولو أحد امتتل الأمر فخاف أن نبي صلى الله عليه من أن ينزل عليهم عقاب من الله تبارك وتعالى فماذا كان لما رأته أم سلامة على هذه الهيئة وعلامات الغضب تظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام فقالت له ما بك يا رسول الله قال كيت وكيت فقالت احلق رأسك أولا ثم ما ترهم إلا بادروا إلى ما طلبت إليهم أولا وعلا كذلك كان فذهب عليه الصلاة والسلام دعا حلاقه فحلق له شعره ونحر وإذا بهم رضوان الله تعالى عليه هذا رأي من من جاء هذا الرأي من أم سلامة رضي الله تعالى وهي من أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا عليه الصلاة والسلام ويعلمنا هذه السيرة نحن نتكلم عن سيرة نفس الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولكن عندما نأتي إلى التطبيق يغيب عننا هذا فلابد من أن يكون عندنا شيء من المرونة في التعامل في بيوتنا وأن يقبل بعضنا رأي الرأي ورأي الآخر كما نحن الآن في عصر الرأي ورأي الآخر وأن تتقبل وأن تتحمل لأن هي منك وأنت منها هي جزء منك هي تريد كذلك كما تريد أن تريد الخير لهذا البيت هي كذلك تريد الخير لهذا البيت تختلفان في وجهة نظر ولكن الهدف واحد الهدف واحد عندما تتسع صدورنا ونوسع آفاقنا وننظر إلى مآلات الأمور وأن لا نكون ضيق الأفق فإذا كنا كذلك وضاق عطاننا وكنا لا نقبل حتى رأي الزوجة عندما تل برأيها ونسفه نسفه ونقول إس إس يعني كلمات كهذه فمعنى ذلك يكون هذا احتقار والمسلم لا يحقر أخاه المسلم لا يحقر أخاه المسلم فكيف بهذه التي هي منك وأنت منه وهي حارصة كما أنك حارص على استقرار البيت وتربية الأبناء وصلاحهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أسرنا وأن يصلحنا وأن يصلح نساءنا وأولادنا وأن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا وجزاكم الله خير وبرك الله فيكم على صبركم وحسن إصلاعكم ومعذرة على ما بدر مني فإن كان هناك من كلام فيه صوافة من الله تعالى وإن كان هناك خطأ وهو الأكثر فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتم إليك صلى الله وسلم وبركة الله ترجمة نانسي قنقر